اشتركوا في القناة 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 نحن شعرتنا بجدد حال وطبيعة الحال كونه عم يجدد حال فأكيد هو رح يتساقط ونحن ممكن منية لمية وخمسين شعرة باليوم تتساقط شكل طبيعي وهيدا ما انه مرضي أبدا هلا لما بيكون في شي ملحوظ كتير بتلاقي انه المريضة بتقلك وانا مش يعني شفت على الأرض على مخدة كيف ما تحركت هيدا الشي صار معناها انه حتى تساقط اكتر من هيك بمنح يعني وقتها بدي زيارة الطبيب طبعا اسباب متنوعة يعني بس ان الشعر دراسي طبعا تمام دكتور بما انه ذكرتي وقلتي انه اليوم الاسباب متنوعة وفعلا يمكن احنا دايما لما بيهر شعرنا منربطه بكتير من الامور ان كان بالتغذية بالحالة النفسية او حتى تبدل الفصول او في كمان كتير من الصبايا بتلعب بشعره بتغير بالالوان وهلأ تفاصيل خلينا نخبر المشاهدين اليوم شو هي اسباب تساقط الشعر هلا احنا اي مريض عندما بتجي بدنا ندرس حالته تمام نحنا اول شي نمط التساقط كتير بيفروق معانا صراحة نحنا لما بتجي مريضة انه عندها تساقط معمن بكل فروط الشعر بتفروق معانا كمقاربة عن انه لما تكون في بقعة صغيرة بس عم يهربنها الشعر كمان اذا شي حاد غير شي لما يكون مزمن عمده طويل فنحنا اول ما تجي لعان المريضة اول شي بدنا نسأل شوية اسئلة هل ترى قديش صلة مشكلتك مثلا عندك امراض بصحتك العامة كتير هذول الشعرات بتهمنا صراحة فكليات بتلعب دور مثلا عامل عمليات جراحية في حمل اولادة سابقة هذول اساس كليات بتلعب دور كمان نفحص جلدة الرأس نشوف اذا في عندهم مثلا علامات معينة انه ممكن تلنعش مراد محدد اولا كمان باطار انه شي مرضي اولا نحنا في اختبار نسمي اختبار السحب نحنا مسك خصل من الشعر في عدد معين من الشعر من السحبها برفق وحت خطة حتى برفق لان الصبايا بحطوا ايضا بشعر وانتظر بكاتي امتكي الان بتغيعة بتهير الشعر وانتظر بقوة نسبة معينة منها منرضى نسبة اعلى لا وقتها منفوت بالاسباب المراضية اذا بتحبب ان نحكي عنها مثلا اشياء عشية امراض الغدة دراقية قصور الغدة ممكن يعملنا اشكال فئر الدم كمان سبب يكون عنا مخازن الحديد مسمي الفريتين احنا بكون نازلة فهيدي كمان سبب التساقط احيانا برنقص بعض البيتامينات الزينك ثلاثة بتلعب دول سراحة بتساقط الأشعر اه شي تاني العامل نفسي دائما الناس كمان بحطة احيانا الهام الشي بقوله العامل نفسي هيا صراحة عامل نفسي بقول مين مرتاح مين موصود كل حد عندوش شغلة تزعجوا بس انه يكون في شدة نفسية معينة على الجسم فبتعملنا تساقط أشعر هيا صراحة على هذا الوضع لازم لكل صلعان فانه يقول لك اي شي بقوله عامل نفسي انه اي دكتور اي عادة مزعجة مزعجة بدايقة شغلة بدايقة دائما في شي يعني انه في هذا العامل نفسي بحضة بيقوله انه دائما في موجود بس عادة بيكون شدة نفسية شديدة يعني احنا بنقول انه شدة على الجسم ممكن تعمل تساقط أشعر بعد فترة الشدة ان كانت شدة جسمية مثلا مرض شديد حمى شديدة مثلا الكورونا لما كانت تصير بعد تساقط أشعر بعد الولادة كمعان بعد تلتة شهور كمعان انه لما الولد بيعرف أمه هاي المقولات الشائعة يعني انه هي في الى اساس علمي طبعا هلا انه ليش ثلتة شهور يعني كمان احيانا نتلاقي انه ليش بعد تلتة شهور حتى انه عرف أمه لحتى صرع مهر هلا هي الابرة من انه عرف أمه لهيك عن شرد اي دكتوره هيش اللصة هلا هي عادة تلتة شهور نسميها نحنا نفحة طور الراحة طور الراحة هو مرحلة من مراحل لدورة حياة الشعر. بس فات الشعر في هاي الفترة بأعطت التشهور بيهر. فهذه الأسباب اللي حكيناها من شوي يعني كان الشدة الجسمية او الجراحات او الولادة او هيك. هل الولادة كمان في موضوع الهربونات بس يعني بشكل عام. فبتخلي رسمي كبير من الأشعار اكتر من الطبيعي يفوت على طور الراحة. فهي دي بس فاتت على طور الراحة للتشهور بيهر. فبكونت المسبب قديم. هكذا نحن نحن نعطي مع المريضة ونرجع معها الورع. يعني مو هلأ مساء مهر هلأ ساير معين شي هلأ مرتبت. هكذا نرجع الورع. ممكن تكون وراسة كمان؟ هلأ الوراسة كتير مهمة صراحة. هلأ موضوع مثلا الصلاة. الصلاة عند الزكور بس في صلاة نسائي. طبعا الصلاة عند النساء مزعج نفسيا اكتر بكتير من عند الزكور. مددايقوا هني كمان الشباب صاروا معالب كتير. بس صلاة عند النساء مزعج من الاعماقة يعني. هلأ الحلو موضوع انه الى علاجات يعني. بس نحن بسياق نفس الشي بنرجع عن موضوع انه. نحن بنشوف المريضة. نسأل عن مشاكلها حتى مشاكل هرمونية. الدورة تعايتها منتظمة او لا. كلها تبتلعب دور. كمان موضوع الوراسي. هل ترى انه انت بالعائلة حتى قبل وجود هيد المورسة او لا. فكلها تبتلعب دور. هلأ لم يكون في اضطراب هرموني واضح. بس الموضوع انه بدنا نعالج سبب هرموني. دكتورة اليوم الاسباب اللي ذكرتين. وهنهم اسباب شائعة. بقت تجي المريضة اللي عندك او اللي بتعاني من هاي الحالة. بعد هدول الاسئلة. ممكن تطلب بعض التحاليل. شو هنهم اهم التحاليل اللي ممكن تطلب يا حضرتك. نحن احنا احيانا حسب الحالة. لما منفحصة بتواجهنا لشي محدد يعني. بس هي تحاليل عامل اكتر اللي تحتاجوها صراحة. موضوع الغدي الدرقية دائما مصقف الغدي. موضوع الفيريتين اللي هو مخازن الحديد. هلا الفيريتين يختلف عن القضاب. هلا كتر مريضة تجي لعننا عاملة سي بي سي لو هو تعداد العاملة الدم. بتقول دكتورة عاملته ما كافي. بديك تملي مخازن الحديد. هاي فيه رقم معين نحنا نحن نحافظ عليه. اقل منه ممكن يكون له دلالة مرضية بالنسبة للتساقط الشهر. كما عند زينك مثلا احيان سراع التسفل في شي مختلف حسب الحال يعني. بس هدول بالغالبية كلاتهم بيحتاجوها يعني. نعم. نحن أنه لا أتوجه لهذا الموضوع. أنه خلاص سبب الكهربوني مثلا صرت مشاكل الدورة. لما تاني بقى هذه الدورة. يتوجه على تحايل تانية مثلا. مثلا. أنه عملوا خضاب ما عملوا فيريتين. كما مردوا اطلبوا مرة تانية. أقل بايو كنا هتسحبي دم مرتين. أنه سحبي مرة أحسن له. تمام ما دكتورة خلينا هيك مباشرة ملجأ لموضوع العلاج. كيف ممكن تكون اليوم رحلة العلاج. حتى نحن نعالي وجه المشكلة وما تتفاقم أكثر وتأدي كمان لا سمح الله إن كان للصلاة أو نسمع بالثعلبة كمان تمام هلأ احنا بالمجمل متل ما حكينا هلأ احنا مريضة اشتغلنا بشكل علمي درسنا حالتها حددنا السبب المحتمل طلبنا تحاليل وهيك هلأ لما منطلب تحاليل غالبا بتواجهنا إلى شي معين مرضي غالبا فنحن مصرع لنا مشاكل غدية بننحلها لنا مشاكل فئر الدم بننحله بننحل السبب الموجود وقتها حليناهم ممكن نعطي شي داعم معها مثلا هلأ فيتامينات تعيت الشعر ممكن ما صار في بيت هلأ في هذه الفترة ما فيه بيتهم بيخلق منها حلوة وكويسة ونحن بنطلبها أكيد يعني بنكتبها بالوصفاتنا بشكل دائم بس هذه بنكتبها لما نحن حلينا المواضيع المرضية يعني حلينا المشكلة من الجزرة وعطينا داعم كفيتامين أو شيء يعني على الأقل نحن فينا الأسباب المرضية إن وجدت يعني فيه جلسات الميزو سيرابية كمان رائعة صراحة يعني فعلا بتوقف الهر بشكل سريع يقبر بالفروة برنامي يعني هالوجع بسيطة بشما يخاف الله مش غلطة بسيطة يعني كمان تم الإيقاف للتساقط بشكل سريع جلسات البلازما كمان داعم للشعر الجلسات البلازما بالحاصة الأندروجينية أو الصلاة يعني كان الزكوري أو النساء يعم تطي نتائج أكثر من رائعة صراحة لما بتنعمل صحة وعن كثير عم تروح لهذا الإجراء دكتورة عم شوف البلازما اليوم للشعر وللوجه يعني وعم ياخدوا هكي نتائج جدا إجابية طب نحنا هكي بسؤال الأخير كونه نحنا اليوم بأواخر الصيف ودائما نحنا بنعرف تبدل الفصول عم بكون هو عامل من أهم العوامل بتساقط الشعر المكدوس ما إله علاقة دائما متهمة هي الأحياني تغير الجو بحد ذاته يعني في عامل خارجية عم بتأثر بتراكم غدد أسباب مع بعض بس بالمجمل نحنا ما منقول إنه خلص صغير جو ندرس الحالة بنا نشوف يعني في شئ يعني في شئ عامل نصائح اليوم تحبي توجهيها لكل الصبايا والشباب حتى اليوم الشباب عم بيعانوا من هاي القصة هلا أنا في عدد الشغلات أول شي طبيعة الغزاء صراحة الغزاء لازم يكون متوازن يعني حصوصي بالأجيال الجديدة هلا أحيانا تصاقط شعر بأعمار صغيرة طبيعة الغزاء سيئة جدا يعني كلاته هيدا ومنسب من أشياء محددة بس إنه أكل بس ما نوفيد فإحنا نتوجه نوعا ما لأكل مفيد المتنوع قدر الإمكان يعني يعني نمتعد قدر الإمكان عن شي نمط محدد ومناكل غير وعارفين أنه هو أذي يعني هاي المشكلة بالموضوع بس طيب هو يتمرأ مرة مع لي ما نضض بس إنه ما يكون هو نمط الحياة الأساسي يعني تمام إتشالي تعني لما منلاحظ في شي مرضي دائما نصيحتنا أنه راجع الطبيب يعني أنت المعينة اللي حابت توفره ورح تشتريت كومة مكاملات غزائية شديد رح تخسريهم على الفاضي إنتي لو أخدتي عالجتي السبب مع هذول البيتامينات الشريطية بتاخدي نتيجة فعالية يعني يعني تكون ضغياتي على حالك وقت ومصاري وبكون خف الشعر كتير وشيئك المزعج يعني بلا أنت ضعف للصبغات للميش للليس للشوار هذول حال ملف صراحة يعني معاناة يعني أنا مريدة بتقلي إنه بدي أمر كزة بدي أسبوب بدي قل لي ما فيكي يعني بقل لي نصيحة طبية إنه لا لا تعملي مثلا هلأ أشارة بيكون إنه شي متساقط كتير أو شي يعني بقل لي تعرضي لشي هلأ يعني ما فيني يقول لي ما فيكي صارت على مسؤوليتك ما عد فينا نحنا نحكي شي يعني كنصيحة طبية شي بس كمعرض الواقع لكل بده يشتغل يعني فالعبر قاله دائما إنه نشتغل بشكل علمي يعني هاي النصيحة يعني أي شي بكون عشوائي صراحة بكون نتيجته سلبية أو ضياعة وقت تعالفاض يعني هلأ هاي دي نصيحة صراحة لكل العلاجات يعني مثلا نحنا عم نحكي مثلا جلسات ميزو في كير بيجوا لعنا مرضى بكون راحين على مراكس يبسكوا المريضة يلا فورا نشكينا دفعنا أخذنا خلصنا يعني صلحنا حرفيا هيك لان بجول طيوب الواقع اعدنا منا 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 sit atick ولا كنته لانه منا درس الط�� حالي يعني أنه بدي اعمل هاي دول حالي جلسات كون داعم بعد علاج السبب الأساسي هذه ترجمة ما أن يكون أ grenade متعالج عند حدا طبيب مختص أو الحاد abandon بنتشرك كتير دكتورة ميزو كنت معانا ماجستير في الأمراض الجلدية شكرا إلك ولكل نصائح ولكل النصائح التي قدمتك لنا اليوم شكرا لكم إليكم اس migrant ترجمة دكتورة مايسوريتي لحضورك اليوم وهيك منتمنى هدول النصائح اللي قدمت يوم تصل لكل الصباحة والشباب اليوم عم بيعانوا من نفس القصة يعني لهيك عم نروح لالبداع التجميلية منتمنى هيك يوم يكون حلو صباحك حلو أهلا وسهلا بحضرتك نحن مكملين ببقي فقراتنا الصباحية وقبل ما نروح لنستقبل ثاني ضيوفنا لليوم خلونا نروح لمحافظة ترتوس أكيد نصبح لكل أهالينا بمحافظة ترتوس وبكل المحافظات السورية وحنروح لمديرية التربية في ترتوس حيث أقامت حفلنا تكريميا لأبطال ومشرفي تحدي القراءة العربي في الموسم الثامن تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي تقديرا لما قدموه أقامت مديرية التربية في ترتوس برعاية مؤسسة العرين الإنسانية حفلا تكريميا لأبطال ومشرفي تحدي القراءة العربي الموسم الثامن وذلك على خشبة المركز الثقافي بالمدينة بحضور الفعاليات الرسمية والأهلية كان لابد من الوقفة أمام الفائزين على مستوى القطر وعلى مستوى المحافظة في تحدي القراءة هو مبادرة ومشروع كبير عبر وزارة التربية ومديرية التربية لها دور فيه هناك عدد من الفائزين وتشيعا للقراءة من بداية العام الدراسي اخترنا أن تكون التكريم لزملائنا المشرفين لأبنائنا الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي ضمن إطار فعاليات العام الدراسي الحفل تضمن عروضا فنية في الجنباز الإيقاعي لأطفال دائرة المسرح المدرسي مشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي لكي أتقن لغة الضغط لغة العربية ولكي أفعل اسمه وطني عاليا هذه مشاركة الثالثة تحدي القراءة العربي وبصراحة أن هذا التكريم كثير معنوي بالنسبة لأيلي ويعطينا حافز لحتى دائما نشارك أكتر وأكتر كانت مشاركتي في تحدي القراءة العربي محطة مليئة بالمعرفة والإدراك والوعي نقلتني إلى عالم آخر أنا شاركت لأني أنا بحب هذه الهواي وأنا يعني من لما كان عمري خمس سنين وأنا يعني بنمية وبحبك يعتبر هذا التكريم تعزيزا لثقافة القراءة والمزيد من المعرفة وتشجيعا للمبادرات التنافسية وتنمية المهارات بهدف إعداد جيل مبدع يسهم في نهوض المجتمع محمد حسن الإخبارية سوريا طرطوس أما هلأ هاجي حروح لا تاني فقراتنا على اليوم ورح نروح في بحر الأدب والقراءة ودائما الثقافية الأدبية هي حارسة لثقافتنا العلمية والأدبية ولذاكرتنا ولحضاراتنا اليوم رح نروح مع عنوين دائما بالفتنة عنوين الروايات بتشكل عندنا حالة فضولية لحتى نغوص ضمن الرواية أحيانا العنوان الحالوي هادي بقلك تقري المحتوى واليوم عنويننا جدا هكي ملفتة وبتشكل حالة فضولية لكل حدا ممكن يشوفها خلونا نقول من حلم غابر لاعترافات فاتا أوانها من آدم إلى حواء وغيرها من العناوين اللي هنروح مع ضفتنا لليوم لنحكي عنها ونحكي عن هي التجربة الفنية الأدبية ودائما لا تخلو من الإنسانية واضفتنا لليوم هي الروائية مؤمنة محمود أهلا وسهلا بحضرتك أهلا فيك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يعني هيك حاولنا ببداية نذكر عديد من أعمالك اليوم الروائية رح نتعرف عليهم أكيد ولكن بداية اليوم هل التجربة الإنسانية بالحياة بتصنع الكاتب أو أنه الأدب هو بيولد أدب خلينا هيك نتعرف أكثر عن تجربتك اليوم كمؤمنة كيف بلجت هلا أنا بلجت بعمر 14 سنة درست للسادس وتركت الدراسة تركت الدراسة 7 سنين أعادت فيهم بالبيت بهذا الوقت كنت أقرأ كان أخواتي بالجامعة كنت أقرأ كتير روايات وظليت كنت أدب عالمي مو أدب عربي ظليت أقرأ لحتى تشكل عندي أنه بدي أكتب صار عندي هاجز أنه بدي أكتب كل الروايات اللي عم بقرأة ما في رواية لبت احتياجاتي لبت طموحي وقتها بلجت أكتب عمر 14 سنة 14 هيك لشي 10 سنين شي 7 سنين رجعت للدراسة درست التاسع البكالوريا معهد إدارة أعمال وكنت كلها بكتب قصص يعني وصلت بحدود 10 صفحات وتركت لبعدين لل2017 بلجت بالروايات دغري يعني انتقلت من الخواطر للقصص للروايات طيب مؤمنة اليوم أنا هيك أنت عم تحكي أنا عم بقرأ شوي بالعناوين ما بعرف اليوم الكاتب دائما بيعمل إسقاطات لتجاربه الشخصية والإنسانية يعني حب مع وقت التنفيذ ما في حب كمان عندي هون شي خيبة هات خواطر وما أكثرها أيضاً عنا هون لا تعبث بذاكرتي طيب اليوم مؤمنة وقتل بتبلشي بتعملي إسقاط لرواية على الوراء من خلال ألميك هل اليوم ممعروف يعني اللي بيقرأ روايات مؤمنة بيعرف أنه المرأة هي محور معظم الروايات هل لأنك اليوم أنثى أو اليوم في قضية عم تحاول تدافع عنها؟ هلأ في أول شي قضية مثل من رواية من حواء إلى آدم أدب الرسائل ومن آدم إلى حواء هلأ من آدم إلى حواء حاولت أني كون مع اللجل بس ما قدرت ليش؟ ما قدرت أكتب بسان الرجل حتى أنا من حواء إلى آدم كتير إجت رسائل هاجمتني على البريد الكاتروني أني واقفي مع الأنثى مع المرأة فحاولت أكتب لهم من آدم إلى حواء لشان أعمل عدل بس لا ما قدرت حسيت من آدم إلى حواء يعني بيغلب عليها كمان وطابع الأنثى وأكتر من الزكوري دب شو أعمى رسالة اليوم ما وجهت أحواء لآدم؟ هلأ هي الرجل اللي ما عنه رجل يعني اللي بيعتبر يعني الذكر أيوا هي الزكوريين هلأ هي من حواء إلى آدم بتهاجم الزكوريين يعني في كتير للأسف بزماننا منهم هلأ من آدم إلى حواء حاولت أني أكون يعني هيك بس ما قدرت لأنه بنفس الوقت أنا ما رقيت يعني أبدا طيب مؤمنة إذا بنا ندخل أكتر بمواضيع هي الروايات اليوم أنت من وين تستوحي الأفكار إذا نقول أبطال قصصك من وين هل هل هن من خيالك اليوم أم لأنت في أشخاص بتعرفيهم على أرض الواقع أو تسمعنا شخصيات وانتي حبيت اليوم ترسخي هذول الشخصيات ضمن هذه الرواية خبرينا أكبر هلأ في شيء واقعي مثل الحب مع وقف التنفيذ هاي قصة واقعية وفي شيء إسقاطات يعني في لأنني لاجئة بين الواقع والخيال يعني هلأ هي إسقاطات على الحرب بسوريا على اللجوء اللجوء لبرة هلأ اعترافات فتأوانها كمان هاي إسقاطات على كتير ناس يعني كتير من أراها حس فيها حب مع وقت التنفيذ كتير أروه قالوا لي حسينا أنه بتمثلنا يعني أنا بحاس بمثلوا الواقع أكتر يعني هي خيالية بس أنا دايماً بسقطة على الواقع الواقع العربي ككل يعني يعني ملفت مو بس عنوان اعترافات فتأوانها حتى أوانها حتى الصورة يعني المستخدمتية لأنه اليوم نحنا بتقصدي العمر اليوم أنه نحنا في عمر متأخر من نندم على أشياء ما قلناها بحياتنا نندم على مواقف كان لازم نقول فيها لأ قلنا إيه تماماً أيوه تماماً يعني يعني اليوم عجد شي فضولي اليوم الرسائل اللي كاتبتها مؤمنة بيعني على الرواية كتير حلوة بديك تقرأينا شي مؤمنة؟ هلا شو حابينا أقرأ لكم من أيها هلا إيه هاي غيابها خلف حروباً مليئة بالمآسي هلا هي اعترافات فتأوانها بالأول بتحكي عن الندم بعد فوات الأوان عن مرة عملت حادث عمره بالخمسين وبيجوا أهلا كلها يعطن على غرفتها بالمشفى وهي بكون بالإنعاش بيعدوا كلهم من زوجة زوجة بفوت على الغرفة بيعدوا كلهم بيعترفوا خلال عشرين سنة شو عملوا معاها بس للأسف هون بآخر الرواية يعني هني بلحقوا يعني إنه يتفيق بتفيق تسمعون وبيجعوا ولا هي خلص يعني مش حال فتأوانها بيندبوا إنه اعترفوا لا أقرأ شوي غيابها خلف حروبا مليئة بالمآسي غيابها جعل للليل زاكرة جريحة يأوي الجميع إليها ويركنون الفرح جانبا ولكن ما جمعهم الآن ليس فرحا وإنما حزن شل الحياة بهم هي لم تطالبهم بكل هذا الوقت الذي منحوه لها الآن هي فقط كانت تريد جزءا منهم يجعلها تدفن بعضها في أجسدتهم وتعانقهم باكية لا تريد شوقهم المصطنع الآن والذي جعلهم يبحثون عنها بفزع في قلوبهم خشية أن تكون قد تسربت من شقوق القلوب طيب هاد الرواية قدي أخذت معك وقت اليوم لحتى تنجزيها؟ الرواية هلأ في شي تتأخذ مني سنين في شي اسبوعين يعني هلأ كتبت آخر روايتين إني خائفة وكان الشيطان وملاكن بس حالياً تدين بالتدقيق وكان الشيطان وملاكن ما أخذت معي اسبوعين كتابتها شو السبب أنه أخذت وقت أكبر؟ هلأ أنا بقعد سلي كاملة تفكر فيها أحتى تنفزيها بعدها هي لحظة الإبداع تحسي وليد اللحظة أنا نكون لدي قطاق كتير بداعية تفرغ فيها بالكتابة أيوة يعني هلأ دائمنا نفرغ بحزي إيران حزيران تموذ وقابل نعم، هلأ أشهر معين أشهر صيف أيوة بالكتاب فكّر فيها شو برزك؟ الجدة هلأ الأبراج نارية بتحب الصيف تلاقيها بتبديع وابتعطي ضمن هذه أيوة طب، خلينا مؤمننا نروح للواقع الأدبي والقراءة ببلد نعم يعني فيه تراجع بالقصة يعني من زمان يعني كان فيه قراء ننتظر نزول أي رواية لأيلون لنروح نشتريها اليوم من خلال تجربتك وتواصلك مع الناس صافي حساس أنه اليوم تراجعت القصص شوي هل اليوم سيشال ميديا أثرت على السكرة؟ كله صار البيدي اف يعني ما خلى حدا أنه ينزل يعني من صارت الناس تلاقي كل شيء بدي اف أسرع يعني حتى أنا كثير بيقولولي مثلا بعطينا رواياتك بدي اف ومن العامل المادي بس البيدي اف عن جد ما حلوة ما فيها متعة يعني ما فيها متعة بس العالم تعودت يعني هلأ الرواية مثلا هلأ حاليا 25 ألف 30 ألف أنا وقت لما أجيب كذا روايات ما فيني فلا أنا بروح بركض على البيدي اف يعني كله صار هلأ يسرع على البيدي اف وصار الدور النشر ما تتعامل مع الكتاب المحليين نفس الشيء الكتاب اللي برا يعني تجيب ترجم تساوي فهذا الشيء اللي خلاهم فيه تراجع كتير كمان كيف عم يكون اليوم اقبال الناس على رواياتك من هي الفئة من الناس اللي فعلا اليوم هي بتعتمد كتير على رواياتك بتطلب دايما هلأ فئة الشباب أكتر شي جامعيين هلأ عندي أكتر شي وطن أنا وطن كتير علي اقبال بشكل كتير كبير يعني حتى أنا الكل بيعمل لي علي ملخصات يعني بينشروها على الهايو بيشجعوا بعض يعني فيي وعندي لأني اللاجئة كمان ضغري اختفت من السوق ومن حواء إلى آدب يعني بحس يعني العالم بتحس بقولولك انه دايما هاي الروايات الاجتماعية روايات الاسقاطات الواقع ايه يعني أنا رواياتي متل مقلتلك يعني كلهم بيقولولي متل حلم عابر انه واحد رفئتي قلتلي انه بحسيتها أنا يعني كتير رواياتي بيقولولهم بقولولي حسينا حسينا نحنا اليوم وقتل منقول وطن او وقتل منقول ايشي بتعلق بسنوات الحرب اللي مضت على سوريا كانت ارشيف كامل وذاكرة كاملة من الصور من الفيديوهات من الحزن من الفقدان لا اي حدا فينا عمو بس للكاتب او الفنان التشكيلي او اي حدا بيشتغل بمجال الاعلام او الفن اليوم شو شكلتلك هي الذاكرة اليوم لحتى الروح لهذا العنوان وطن وطن هي وطن لانني لاجئة وكان الشيطان ملاكن لثلاثة بيحقوا على الحرب بس كل واحدة اخدت تناولت الحرب من جهة هلأ وطن ليش حبوه لاني بتحكي هي بين دولة اخدت داعش منطقة سوريا مدينة سوريا اخدت داعش بين دمشق اللي ما فيها داعش بس كان فيها اصف بالالفين سبعتاش كان فيها بتتذكري فهذا الشيء اللي خلى مقارنة مقارنة بين هاي المنطقة وهاي المنطقة وقت لما تتحرر هالمنطقة انه المرأة في ظل داعش يعني ممارسات المرأة كمان وطن استلهمت من واحدة جاي من الرقة وحكيت لي ممارسات داعش وخلتني اكتبها تمام شاركتي مؤمنة بمعارض معينة جزمت في شغلك خبرين اكتب؟ هلأ بمعرض القاهرة انا مطلعت بس رواياتي راحة وفي معرض الشارقة ومعرض عمان في بابعت يعني لهناك وحاليا بالسعودية بمكتب الجرير كمان موجودين طيب اليوم اي فن اي كاتب او رواي اليوم عنده بكون خليل نقول خطة او طريق بيمشي علي لتسويق هدول العناوين جدا جميلة يعني اليوم بتعتمدي بس اليوم عالمعارض بتشاركي بندوات بتروح بتعتمدي اكتر على سوشال ميديا لحدة نزلي روايتك شو اكتر شي بتحسي قريب لقلبك هلأ انا من الناس اللي بتفضلوا يعني الكتاب على الPDF يعني شو ما كان سعره لأنه في متعة ورقية نحنا فقدناها للأسف السنوات الماضية طبعا هلأ المتعة الكتاب تختلف يعني باجي احيانا بسوق عندي صفحتي على الفيس سوق عليها عندي قناعة تليجرام كمان بسوق عليها بنفس الوقت هلأ انا وقت لما لقيت خابة املي من دور النشار صرت اطبعنا على البطبعة بالبطبعة والمطبعة وانا اللي اسوق لهم والمعارض المعارض في دار انا بشترك معها ياني هي رايحة تسوق بعطيها مثلا عشرين نسخة من رواياتي بتطلع بتسوق يعني تصير انا هنا بقلب الشام هو بسوق لي برا بالمعارض برا مؤمنة ذكرتي انه انتي بلشتي مشوارك بكتابة الروايات من سنوات بعيدة من هذك الوقت لهلأ شو اللي تغير بمؤمنة ان كان بافكارك بكتاباتك بتركيزك على امور معينة ضمن رواياتك خبرينك هلأ حسيت في تطور كبير يعني خاصة ان كان الشيطان ملاكن المدقق اللي دقق واختي عم بالدقيقة قالوا لي في اختلاف كتير رواية اني خائفة هلأ صرت متل رواية نرجاس دخل علم النفس لقلب رواياتي حلوه يعني انا نرجاس عال شخصية نرجسية افعالة طموحة علاقته بالتقابلت مع شخصية نرجسية تانية علاقته بالبيئة المحيطة وعزيتها الشيطان البيئة اللي ولدت فيها شو السبب اللي خلاها شخصية نرجسية فهذا السبب اللي خلاني اني عجبتنا فكرة دخل علم النفس بس هاد الشيطان خلاني انه اقرأ يعني نرجاس اخدت مني اكتر من خمسة سنين حتى ركنت عجناب وكتبت خمس روايات لقد قدرت لقد كان عندي فكرة عال شخصية نرجسية بس ما كان عندي احداث وين اليوم هلا نرجس ورأيك راشان انا مركزة عليها هرالك انا نصحفه امه فيه ماما خليك اقل انت قال لا ينظر الى نافذة في الاعلى قد صنعت لكن حين بهره قبس نورها الذي سطع بجوارها ضرب بنصيحة امه عرض الحائط نرجس نرجس اليوم هذه القصة بحاجة الى استشارة من مختصين من اشخاص عندهم تجربة بالتنمية البشرية هل كان حاولتي انه هيك تقري قدام حدا تقول لهم هاي الشخصية كيف انا عادرة اعمل اصقاط بروايتي بالشكل العلمي الصحيح هلا انا عندي المعمة كتير بعلم النفس كتير بعلم النفس وانا اللي اخرني بنرجس اني قعدت سبع سنين اقرأ كتب عن الشخصية النرجسية كل شي يعني وفي اني خائفة كمان على الخوف وقالية تشكل الخوف وقالية تشكل الكوابيس كمان وقالت لما كتبت اضليت اكتر من سنة اقرأ على الخوف على الكوابيس واشكال وانواع والفوبيا لحتى قدرت اكتب انا ما باكتب الا لأكون متأكتب من كل معلوماتي لكي تكون روايته تماما تضاهي الواقع يكون ما فيها ولا خطأ تمام يوم في كتير من السبايا والشباب يبلشوا طريقهم بكتابة كتير من الروايات اليوم شو نصيحتك اللي حتى يمشوا على نقاط اساسية معي اليوم وتكون الرواية تماما انا كتير بيرو ببعث الله الخاص بقولوا القراءة اهم شي القراءة بتسقل اي من اللي عدتون بقول قارئ جيد كاتب جيد هلا انا نفس الشي انا وقت لما اقرأ كتير كتير تجربتي اللغوية بتزيد يعني تجربتي اللغوية طريقتي باللغة طريقتي يعني في كتاب مثلا كتير مشهورين فينا نتعلم منهم طب مؤمنة اليوم كل حدا بالحياة فينا كان شخصيا يعني على مستوانا الشخصي على مستواك او اي حدا تعاني فيه عراب بحياته فيه ملهم ملهم لإله فيه داعم فيه حدا نحنا متأثرين فيه شو اهم الاسماء لك اللي بتضل تحفظك بذاكرتك لها حتى تبدعي اكتر هلأ امي امي هي اول من يعني بحس ان كنت اقرأ له امي لا بتقرأ ولا بتكتب بس ومع ذلك هي بتشجعني وعندي اختي احلام كمان هي مدقيقة رواياتي يعني انا قبل مقارض روايتي على مدقيقة لغوي ما بارضة اذا ما قررت اختي احلام تقريه لأمك اللي هي مثل ما انتي لا يا احلام ماما حبت اعترافات فتاة اوانها كتير تعتيكي شوية انتقادات انتقادات اكيد بالناء وايجابية وقتل بيكون من امي تماما كتير بتعطيني انتقادات وبتعطيني مثلا انا من عمر 14 وانا بقرأ لماما كتير بتشجعني يعني دايما تدائلي حتى من احلام عبر اول روايه لأيلي هديتي لأمي وعندي بعدين اختي احلام لاني انا بطلع الروايه اذا ما قررتها ويعني شو ما تقولي مثلا زالتلي ما بصير هيك تكتب لازم تعملي هيك بحس خلاص بصدقة حس انه هي متر من تقلتها عن رابطة هي لازم انه الحق تتقيدي مؤمنة اليوم بالحدود بالخطوط الحمراء بموضوع نحنا كمجتمع شرقي يعني كونه عم تقولي انه بتقلك ما بصير تكتبي هيك ما بصير تعملي بس اليوم الكاتب لازم يكون او الفناني يازم يكون فيه جرأة بالقصة يعني غير زا كان المقطع بيخدم انا حتى زال المقطع يعني متل وطن المقطع بدنا نعمل هيك انا بمر عليه مرور الكرام لان هاي الرواية قبل ما تنعرض للناس حتقراها بنتي حتقراها اختي حتقراها حتقراها لامة فانا ما حلو موقفي قداما يعني انا بحب هالمشاهد ما تكون موجودة يعني قللي يا حتى مدير بوزارة الثقافة مدير حماية الملكية لطوله انا مستحيل احض هايك مشاهد لان احنا انا عم بخدم واقع واقع الشرقي واقع ما فيه هايك اشكال الله يخلي لك الوالدة مؤمنة حبين بالختام نعرف عن اعمالك القادمة فيه روايات هلأ قيدة تحضير خبرينا هلأ فتنتين قيدة تدقيق خلصتن اني خائفة وكان الشيطان ملاء كان حاليا بتدقيق اللغوي وفيه رواية حاليا بدي اكتوبة خيالية نحن هايك بانتظار مزيد من الابداع والعناوين هايك ودائما تكوني حذرة بانتقاء العناوين اللي هي متل ما انه دائما بتشكل حاليا فضوليا كان للكاتب كان بالفن التشكيلي من خلال اللوحات ان كان حتى بالدراما يعني احنا منشط فورا للعنوان متمنالك كوم حلو هايك ومسيرة ادابية جدا جميلة شكرا مؤمنة لحضورك وتحياتنا للوالدة اكيد شكرا إليك وأكيد كل التوفيق والنجاح بمسيرتك الأدابية كاملين معكم مشاهدينا ورحنا ننتقل لتاني فقراتنا لليوم تقاريرنا على الحسكة ونظم فرع اتحاد شبيبة الحسكة معرضا ختاميا للمشاركين في المسابقة الوطنية العلمية للمبدعين والمخترعين الشباب تفاصيل أكثر بالتقرير التالي فرع اتحاد شبيبة الحسكة نظم معرضا ختاميا للمشاركين في المسابقة الوطنية العلمية للمبدعين والمخترعين الشباب التي أقامها على مستوى الفرع منذ نحو عشر أيام والتي سيتم من خلالها اختيار عدد من هذه المشاريع للمشاركة في المسابقة البركزية التي ستقام على مستوى سوريا المسابقة العلمية للمبدعين والمخترعين الشباب طبعا هذه المسابقة نحن عم نشتغل فيها من أربع شهور كانت على عدة مراحل وصلنا للمرحلة اليوم قبل النهائية مرحلة على مستوى الفرع على مستوى محافظة الحسكة من بعدها إن شاء الله سيكون هناك متأهلين من هذه المرحلة للمشاركة على مستوى المركز على مستوى القطر هو معرض ختامي لمسابقة نفذ فرع الشبيبة بالأشهر الماضية على عدة مراحل كانت من خلال جولات على المدارس لإعلان على المسابقة لاستقطاب المشاركين الشباب وأعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية وبدأ المشاركين بتوافد إلى فرع الشبيبة وتقديم طلبات المشاركة وكانت المرحلة الثانية هي تقييم المشاريع مساعدة على فسأنا ساعدناهم على إنجاز هذه الفكرة لتحويلها إلى مشروع التحضير للمسابقة العلمية للمبدعين والمخترعين الشباب تم العمل عليها منذ نحو أربعة أشهر واستهدف الشباب المبدعة في ثلاث مراحل وشرائح عمرية هي الإعدادية والثانوية وما بعد الثانوية قدمت مشاركتين ضمن معرض اتحاد شبيبة الثورة للاختراع والمسابقة النموذج الأول هو نموذج مبسط عبارة عن سميته لوح التعليم البسيط عبارة عن لوح زجاجي أو مادة بلاستيكية شفافة حسب المتوفر يتسطر تلقائياً بدون أي إقلام بدون أي كتابة بدون أي شيء والخطوط تنمسح تلقائياً بحيث أنه يتاح للرسم وبنفس الوقت يتاح للتخطيط يساعد المدرس ويساعد الطالب على الكتابة بشكل مستقيم ومنتظم على اللوع بشكل سهل جداً وبعيد عن أي أجهزة كهربائية الاختراع أنه ترنس الحام بداي لحم الحديث ممكن يساعد بحالات سعافية للحام ومشروع ثاني مخطط توليد طاقة بديلة عن طريق تسخين الموى هذا وحفل المعرض باختراعات مميزة في مختلف المجالات الصناعية والإلكترونية والطاقة البديلة وإعادة التدوير والمخططات الإنشائية أحمد الحمدوج للإخبارية السورية الحسكة أما نحن وصلنا إلى نهاية صباحنا لليوم وضيوف جداً مميزين وخاصة نهاية دي وقت اللي يجتمع على الإبداع مع الحب اليوم بدا تكون الحالة جداً جميلة رح نروح مع الفن التشكيلي اليوم ضيوفنا مميزين قدروا يجمعوا شغلهم بكذا اختصاص وقدروا يبدعوا فيهم ونتاج هذا العمل كان توج بزواج جداً جميل أيضاً بل نحكي عن هذه القصة اليوم كمان أكيد يا راشا حلوة هذه التشاركية اليوم بين الزوجين أن يكون عندهم نفس الاهتمامات واليوم عم نحكي عن اهتمامهم بالفن التشكيلي كلنا بنعرف أنه الفن التشكيلي هو رسالة قادر من خلال الفنان يوصل كثير من المشاعر من الأفكار من المواضيع اليوم رح نتعرف على فنانين تشكيليين قادروا يخلقوا بصمة مهمة بهداء المجال يسعدنا أنه يكون معنا لليوم الفنان التشكيلي رقفة يوسف أيوب صباح الخير وأكيد السيدة زوجته الفنان التشكيلي السيدة آية الطريف صباح الخير وأهلا وسهلا بكم صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتكم اليوم يحكي عن تصوير عن الزخرفة عن فن العمارة عن قصص كثير بداعية جميلة ولكن الأجمل هو اجتماعكم مع بعض بنفس المجال بنفس العمل واجهتوا نفس الصعوبات اليوم حضرتكم أزوجين خلينا نتعرف عليكم أكثر دراستكم مجال عملكون رعفة أيوب خريج فنون جميلة دمشاق قسم الرسم والتصوير أهلا وسهلا حضرتك آية الطريف خريجت معه فنون تشكيلية وتطبيقية حاليا مدرسة بالثانوية تجارية والمهنية بصحناية طمعا سيد رعفة خلينا هكتحكي بداية عن أمد بلاشت مشوارك بالفن التشكيلي حالا صراحة مشواري كتير طويل من عمر خمس سنية أنا بأرصوم يعني كنشوف الولاد عملعوا بالطابة يعني كون كم مشوارك وقلم عم أرصوم كبرت تكبر تكبر شوي شوي متل أي شغل صغيرة تصير شغلة كبيرة وتتزهر لها صار مجالة فتع كريت فنون الجميلة اخترت قسم الرسم والتصوير وما كتافيت طبعا برسم والتصوير بكل مجالات الفان يعني بالنحت بشتغل بالنحت بشتغل بالغرافيك ديزاين بالحفر بكل مجالات الفان بتحسها كلها يعني بتكمل بعض اليوم وقت الفنان ممكن نشوفه موجود بكذا مجال ونحن عم نحكي عن المجال الإبداعي لهيك وجوز تنجح فيه الفن كانك عم تقري كتاب ما فيك تتخذ من هون جملة من هون جملة من هون جملة بدا تكمل بعضا بدي أرجال عنديك شوية اليوم عم نشوف أهيك أعمال يدوية جميلة لحضرتك هذا الشغل آية يعني ما بتشتغل مع رأفات ما بتساعدها أجباري أجباري مسكي اللاصر أعطوه معي أعطوه معي ما بيترخني بكل شي طبعاً خلينا نحكي عن هدول الأعمال هوايتي كفيون إسا أنا خرجت رسم بس أنا كتير كتير بحب الأعمال يدوية من أنا وصغيري كتير بحب الشي اللي عندي ناقص بالبيت أرجع كونه وزبطه إنه شيء مكمل يكون فبعدين اتطورت الحالي معي إنه صرت أنا بعدين أشتغل ورد كتير بحب الشغل بالفوم متعتصارات صارت طالع لحالي قوالب وأشتغل في يوم البيت لتطورت صرت أعمل زينة بابي زينة عراض زينة تخرج بالمقابل لهي الزينة الموجودة وهذه الوردات كتير دارجين اليوم عم نشوف أشكال وألوان كمان خبلينا أدا بدك وقت لحثات تنجزي هاي الأطعام من وين إجوتك هاي الفكرة وكيف ممكن إحنا اليوم نستفاد من هيدول الورود بحياتنا بشكل عام ما بياخد معي وقت كتير كونه أنا أخذت إيدي على الموضوع يعني الوردي الكبيري حاليا ربع ساعة تقريبا تلت ساعة تكون جاهزة بالمقابل للأظهار للأشكال الصغيرة عشر دقائق من شو مصنوعة؟ من ورق الفوم من إيبا بالمقابل فيه بالكرتون كمان بس الأجمل جمالية أكتر هو ورق الفوم جزان ليت هذول تعليقات أنا بالمقابل مو بس بشتغل هيك بشتغل أعمال يدوية هي عبارة عن تطريز عن تريكو هاي الأشغال التعليقات البسيطية للأولاد كتير بحبوها الألوان حتى اليوم تجذب نظر أي حدا فينا لكن الألوان رائقة رقفت اليوم في عنا كمان شغل بالخشبيات حضرتك يعني على الشاي دي تقرب مني خلينا نشوف هدول دبابة يا رفا طبعا هذا من ضمن المجال بالغرافيك ديزاين شغلي على البرامج الكمبيوتر وفصل الليزر فتصميم بده كتير خيال تخيل تتوافق القطعة مع القطعة أنت عم تشغلي على 2D بده يكسير معيك لشكل 3D كمان من ضمن مكتفات بفقط الرسم وبالنحال فتعلمت على البرامج الكمبيوتر كيف عادتك بمجالك الإبداعي؟ بالصراحة تخيل خيال أكبر خيال أوسع هدوب الأعصاب أكثر طولة البال كل شي جميل وقتل نقول 3D يعني مشكلة يعني اليوم أنت أمام تصميم يعني مفروض كيف ما فتلته أنا يعطيني الشكل اللي أنت متخيله كفنان فاليوم ساشو الميديا تكنولوجيا بإختيار أعمالكم أكثر يعني تقريبا الواحد بين شهر دغري أنه مثلا آية بتعمل هيك آية بتساوي هيك أنه حكومة آية تعطيك الرأية فأنا هذا كثير وبالمقابل طبعا على صفحتنا مرسم حرطقا كمان من نزل عليه كثير شغلات هيك حارب تمام سيدة رئفة هل نتحدث عن الفن التشكيلي أنواع نتحدث عن هذه الأنواع فن التشكيلي له مدارسة كثير في مدرسة الواقعية الانطباعية ما أكثر شيء تعتمدوا عليها اليوم ضمن نعمالكم؟ هي أزواق ورغبات للشخص أكيد وفي أشخاص مثلي ما بتقيد بمدرسة معينة أنا برسم واقعي ما برسم غير واقعي أو وحشي ما برسم غير وحشي لا حلو التنوع بالفن يعني ما يصير فيه أعصب لشيء معين ليش عم تقول تعصب؟ ليش ما يكون تمييز اليوم لإلك بمجال بمدرسة ما يعني اليوم رأفات متميز بهيئة المدرسة أو مفروض لكون الفنان شامل لا يعني قلت لك هي أزواق ورغبات بالنهاية بس أنا بحكم دراسة بكلية الفنون دكتورتي الله يسعد أوقاتك وأنا أوقاتها دكتورتي بوثينا العلي تقول لي أنت شخص لكل المجالات الفن يعني بتشتغل وحشة بتشتغل تكعيبة بتشتغل كلاسيكة نيو كلاسيك حلو هذا التنوع التنوع بشكل عام أنا بحب التنوع بحياتي تجديد ما بحب أني خلص أثبت استقر حتى برفض أني أتوظف مثلا لأنه عندي قيود من الثمانة إلى الثنتين أو الثلاثة فأنا ما بكره القيود فلهيك خلص أحب الحرية الحرية دائماً الفنان بحب الحرية تماماً بحب ما يكون فيه سقف لأبداعه نعم تماماً وهي يوم عن يوم تتطور الأساليب تتطور الفكر الفكر غير مستقر أكيد خلينا آيا ننتقل لعندك ونعرف تفاصيل أكتر عن هذول كلهم من شغلك خلينا نحكي عنه شو القطع المميزة عندك أول قطعة شتغلتية شو أكتر شي لناس اليوم تطلبوا منك أكتر شي هلق زينة الورود طبعاً زينة بالروضات بالمقابل زينة بابي كتير زينة ابني شغل إيدي كله ياتا وابني صغير جداً وبيرسم كمان جداً رائع مثلنا كمان أدي عمرو أربع سنين فرش البط عوامل يعني مرجحتين من الأم والأب حدا بيحبي ساعد فأنا كتير صار ميولي مثل بكلات البنات بيحبوا الألوان كذا فأنا كمان عندي ميول بحب للخياطة كتير للتطريز كتير شغلات بس أكتر شي الورد أكتر شي زينة البابي علب لضيافة يعني كتير عم تعمل تأثيرات تبين طلب مني هاي الشغلات كتير الحمدلله تبتعروح شوي لحياتكم الشخصية وأكيد اليوم ما في دمج ما بين العمل والحياة الزوجية تختلفوا اليوم بآراءكم أنه لو أن تقلوا رأفات لو أنك عامي هي كان طلعت أجمل أو بالعكس تقللوا لو أنه الصورة راسمة باللون الفلانة كانت عطت أجمل ممكن تكون في هاي الانتقادات اللي ممكن تسمعوها لبعض أو اللون نحكونا حالياً حالياً هي عم استوى صغير أنه اللبس أنه هاي حلوة تقللها هاي حلوة يعلي يعني فيه توافقية كتير بال بالألوان بالزوق بشكل عام يعني فيه توافقية كبيرة هو بيحب يعطي أرأب كل شي بعمله يعني أي شي بسوي ما بتنزعشي إذا كان أنا قد سلبي شوي لا بالعكس هو عطول يعني يعني بعلمني على شغلات أنه هيك أحلى هيك أصبط هيك أحلى طالع العين هدول الألوان متناسقين أكتر من هذا بعدي كتير عنده هاي الموضوع وأنا نفسه نفس الطبيعة يعني شوي تخليل نقول ملاحظات إيجابية اليوم لا إلوم ولا شغله ممكن؟ ايه شوي يا رأفات أنا عطول هي تعطي مثل متأي زوجة فأجوار عند النقبة لكن النقبة بنا يعني بالنهاي بكون موننقب هيك أكيد تتقبلوا هيدا نعم لا تتتقبل يعني فيه نماذج كتير ما رأيت بالحياة بتقولك أنه ممكن تكون من الباب أنه بدي يكون أحسن مني نرجع للعقلية الشرقية أنه لا أحاول يفرشلني يعني ولكن اليوم أديش حلوة هذا التوافق والتناغم الإبداعي الزوجي الأموم أنت أم وحضرتك أبو اليوم عن دعب تخلقوا طفل يعني أكيد مبداع مثلكون أكيد أعم نقول لك بالنسبة للتوافقية لا أعرف أن تعدي سؤالكم سمحته لا أديش حلوة اليوم أنه يكون في هذا التناغم بيناتكم تسمعوا بعض في أسواج ما يسمعوا بعض يعتبروا أنه لا هي نقد هدام وليس بناء طبيعة الفنان أنه يتقبل النقد السلبي قبل الإيجابة الفنان بشكل عام أنه يتقبل فنحن نتعاودين ومراوضين أنفسنا قبل أن نتزوج على الأشياء السلبية فهلا لا يوجد الحمد لله لا يوجد سلبية في حياتي لا يوجد أبداً هو كثيراً بأخذ رأيه بشغلات إنه هيك وهو الصراحة الدعم الكبير رائيلي بكل شيء يعني أنا كثيراً هو يدعمني بكل شيء إنه يعملي قاسة وليس غلط هاي مشروعك اللي أنت بتحبيه وكم يحبك وانا حبي طوره إن شاء الله يا رب إن شاء الله آيا زكرتين خلال حديثك أنه عندكم مرسام هيدا المرسام اليوم بتقوموا فيه دورات تدريبية لأطفال أو لشباب في مجال الفن التشكيلي أم لا تفكروا للمستقبل أنه توسعوا أكتر هيداء المشروع ضمن المرسام هو زوجي بيعطي لامتحاول قبول لكلية الفنون آه حالوا كمان قبول مهندسة العمارة أكتر شيء إسا شفتي يعني مشاريع كبيري أو بديك تعطي كتير بدون يعملوا امتحانات كتير حتى هلأ لقبول تماما حتى هلأ لقبول تماما تماما حتى أطفال يعني أطفال عندهم موهبة بنسقوا للموهبة تبعتهم هنبخرقتهم طبعا أفكارهم تحت خمسة عشر السنة حي نعطي دورات بشكل عام دورات غسم دورات نحات ترافيك ديزاين طيب هلأ تكون مشاركات هلأ تدير معارض كان لكون تواجد لأعمالكن؟ أنا عملت سنتين معارض أشغال يدوية يعني كتير كانوا خلوين فردي أهل حالي لأنه كتير كان هو لروضة وهلأ عم بعمل حاليا كمان زيني لروضات بأنه بداية العام فشفتي الروضة بس يفوت الطفل بدأ شوف الألوان ورد ورد كتير بينجزب الأطفال لهذه الأمور صدقاً أو بس يشوفوني عم بشتغل أنه يا الله مس كتير حلو واو ومش حلوين الوردات وإذا تنتبهي هلأ قدارج كتير على الفساطين هكت ورد صدقاً أنه أنا يعني انطلبني أنه أنا بدي ورد لهالفساطين بتقبلي تعملين بس بقماش شوفة ديزاين على كل الأصاص يعني بتحكير عملة دججة كتير حلوين كانت عرفت تشغلي لا أنا بدي عمت شاوين سنتين بتخلص معين ها أؤلاء ههم الأنضاف نحن نجرب كنا كثيراً مبسوطين بوجودكم معنا لليوم كنتم معنا السيد رقفات والسيدة آيا شكراً لكم والوجودكم أتمنى لكم أكيد كل التوفيق بحياتكم أهلا وسهلا بكم شكراً لكم كمان على استددستكم حلوة كثير أهلا وسهلا بكم بانتظار لقاءات جديدة نشوف صور لك تجبنا المجموعة من الصور نستعرض لكم لكم شكراً لكم شكراً لكم ومزيد من النجاح سيد رقفات اليوم تكملوا بعض دعوكم نعم شكراً لكم أهلا وسهلا بكم نحن 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 صباحنا اليوم شكراً وأكيد شكراً للكادر الفني الذي رفقنا بالسعدي وسهلا بكم وكيف صباحنا نحن يومك حلو لأنه بكرة بنفس الوقت ومن هلأ الوقت أكونوا بألف خير ودائما بنقول يا رب جبران الخاطر للجميع وبكرة يحملنا شيء من حبكم بخير باي باي أكيد المشاهدين تبقوا بألف خير وصحة موعدين بجذب بكرة معكم وبي باي